موسيقى المحروسة مش عارفة بصراحة اوصفوا بايه اوصفوا بانه المناضل ولا الثوري ولا معالي معالي الوزير انا مش هقول كل ده انا هقول المصري كمال ابو عيطة ضمير سانعية قصوات مصر المحروسة اللي شال هموم العمال وقال الفساد كفاية اهلا بك رئيس اهلا بك واسمحي لي انا يعني اشكرك طبعا على هذا التقريب واكتر مما استحق اقل المجب ان يكون اقولك انتي وطاقم العمل والقناة في الوقت اللي بفتح كل القنوات الوقتي في اهمال كامل لمسألة العمل اللي هو اهم قيمة يمكن ده خلق الانسان زادة فلسفة خلق الانسان مرتبطة بال بالاعمار مرتبطة بالعمل انا اقولك كل القناة شغالة على الصحة والجمال تقريبا خدوا منكم المهنة وافتح القناة الاقي عمليات تكميم المعدة اقلب عن ناحية تانية الاقي عمليات التجميل اقلب عن ناحية التالتة الاقي المطبخ والمسائل الاساسية تاهت وغابت عن الناس ومش عارف ايه سر الضياع اللي احنا فيه دوت وده سر ابتعاد ناس كتير اهو اللي بيشكوا لان موضوع الحلق النهاردة موضوع مهم جدا ومفيش اهم من عمال واستوات وصناعية مصر فاحنا كان لازم انا استغربتما فانت الساحة والجمال بتابعوني قلت انا مش جميل للدرجاتي عشان تاخدوني النموذج مثلا ولا صحة انما انا بشكركم على انكم اخدين قضايا مهمة تهم البلد دي في وقت غابت عن الناس كلها ودخلوا في القضايا الفرعية والهامشية لالهاء الناس شكرا يا كمان بي خليني ابدأ مع حضرتك ونقول ان مصر فيها 100 مليون مصري عايزين يقول ان هما لو يتحولوا لطاقة منتجة ايه اللي ممكن نعمله وجهة نظر حضرتك البسيطة والمتوضعة ان احنا نحول العمالة بتاعتنا لعمالة منتجة طيب الاول وانا اتحدث الان من مقعد المتفرجين والمشاهدين وارجو ان انا ما كنش زي مشجعين الكرة يفتف كل حاجة وهم مش عارفين انا اتكلم فيما اعرف وما اقول امنيات امنيات واحلام عبر جيلي انا تبنيناها وعيشنا بعضها بالمناسبة في فترات عيشناها في هذه الاحلام وده اللي يثبت انها مش اوهام وقتت باكل ونتائج محترمة وقدمنا نمازج وصناعة وزراعة يعني اشهد بها العالم كله وحققنا معدلات في التنمية لم تحدث ولم تحدث في ظل يعني في التاريخ احنا عايزة اقول ان اخوانا الميت ودي ميزة عايزة ان الميت مليون دولة وعشرة مليون برا شغالين دول ميزة اللي جوه الميت مليون دي ميزة نسبية لان احنا مجتمع شاب احنا مجتمع شاب اغلب يعني الدول اللي بنسميها مجتمع الاول العالم الاول دول عجوزة النسبة اللي عجائز فيها بتصل لنسب كبيرة جدا لدرجة ان بيستوردوا ناس ياخدوهم هجرة ويدوهم الجنسية ويدوهم مميزات كتيرة قوي بالمناسبة ممكن تغري اي واحد عشان يزودوا نسبة الشباب فيها احنا الحمد لله ربنا رزقنا النسبة الاكبر من شعبنا شباب ودول قوة عمل في كل المجالات ناقص بس ان احنا نحسن توظيفهم احنا ما عندناش احنا مش فقرة وهنا لما نتكلم عن القوة البشرية مش فقرة بالعكس اغنية احنا فقط خطاطنا هي اللي فقيرة احنا ادارتنا هي اللي فقيرة في تخطيط هذا الجيش العرامرم انا مش فاكر كنا بنقرها كده في الكتب يعني زمان احنا فاشلين في وابقول يعني وده مش فاشلين على طول المدى من منذ 74 منذ قانون الاستثمار الرئاس المال العربي والاجنابي اللي مفتاح الاقتصادي احنا فاشلين في ادارة هذه الصروة العظيمة المية مليون اللي داخل في وسائل تخليهم احسن حاجة في الدنيا والعشرة مليون اللي برة عايز اقول لكم بعد ما السياحة بعافية وبعد ما قناة السويس يعني نتيجة حركة التجارة العالمية وانحصارها حركة التجارة العالمية العشرة مليون اللي شغالين برة يعدوا اعلى مصدر من مصادر تمويلنا اعلى مصدر عائدات المصريين في الخارج تجاوزت العشرين مليار انا مش متابع الوقت انا على بقاعد المتفرجين عشان محدش يسنقل يقول لي لانا النهاردة بقوا واحد وعشرين بقوا تسعة وعشرين بقول تجاوزت العشرين مليار جنيه ده انا بعتبرها اعلى مصدر من مصادر الدخل يعني حتى ولادنا اللي برة بيساعدوا بلدهم باعلى مصدر من مصادر الدخل ولادنا في الدخل بس اللي هم المنتظرين ان احنا نحسن 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 تقدمهم لسوق العمل ازاي؟ وبعد ذلك ببساطة بالمناسبة انا مش لا مش جايلكو كفيل ياسوف ولا جايب رسالات دكتوراه من بلاد اجنبية ظروفها بتختلف عننا انا عربي والعربي يعني المصري يعني عربي عربي يعني مصري عشان ما نفصلش بس بين وبالمناسبة وانا بقول عربي اكبر اهم سوق عمل للمصريين هو السوق العربي نمر واحد وتابعه وطبعا بشكر اخواتنا لان اللي بيسافر بيسافر بلده وحتى الادارة الادارات المختلفة باستثناءات بسيطة وفردية بيعملوه على انه في بلده او بمعنى صح بيكرموه وبيحترموه ايه الخطة اللي نعملها بلدنا يا استاذة عشان المئة مليون دول بدل ما البعض بعض الجهلة بيتصورهم انهم نخمة كيف يتحولوا الى نعمة اول حاجة في البداية المشوار قبل ما نبدأ موضوعنا ان يبقى فيه نصالح نصالح التعليم في مصر والتدريب تعليم الفني على سوق العالم انا بتكلم عن التعليم ككل شكل عام التعليم ككل والتدريب ككل نصالحه مع سوق العمل بمعنى رجاء ان اللي قاعدين يخططوا للتعليم في مصر ما يبقاش بعاد قوي عن الترتيب مع المعنيين بسوق العمل والعمال والصناعة والزراعة يقول لتنمع بعض بمعنى اني المسألة مش محد اللي يجيب اعلى مجموعة ومش عارف ايه الهيراركية اللي بوزت سوق العمل للمصري والعربي مش بس المجموع لا ايه احتياجات سوق العمل النهاردان انا بعد اذنكم وده مسموح لي مسموح ان انا اتعلم من اخواتي اتعلم من شعبنا العربي في اي مكان انا تعلمت من زملائي في اتحاد الشغل التنسي مسألة مهمة جدا وبالمناسبة ونفستها على الارض انت ايه احتياجات سوق العمل في مصر طب ايه احتياجات سوق العمل اللي حواليا اسواء العمل بتاعتنا وفيه اسواء تقيلة بالنسبة لنا فيها تعد بالمليون مش بالالف ولا بالمية ايه احتياجاتهم محتاجين ايه على قد احتياجاتهم نعمل تعليم على قد احتياجاتهم نعمل تدريب اتحاد الشغل التنسي بيبعث كل دورة لجهات العمل او اسواء العمل المختلف انتوا عايزين ايه السوق اللي جاي الموسم اللي جاي عايزين قد ايه احنا محتاجين مثلا عمالة خدجين معاهد الكمبيوتر والحاسب الآلي وكذا وكذا يعلموا ناس ويدربوا ناس على الحاسب الآلي انتو محتاجين ايه في الاسواق بشكل عام يدربوا ويجهزوا احد هذي التجهيزات اعداد العامل للسوق اللي هو رايحه يعني احنا هنبعت لو هم هيبعتوا لسوق العمل الفرنسي اوما بيكلوم فرنساوي ده انا بعت لسوق العمل في الحجاز مثلا فانا ايه الحجاز انا اتصور من اول ان انا عرف في احنا الحمد لله عرب متشابهين في حاجات كتير اوي بتجمعنا حاجات كتير اوي بس في اختلاف في بعض العادات والتقاليد في المجتمع في الحجاز مثلا او في الكويت او في الامارات بيختلف عننا هنا لازم افاهم العامل دورة سريعة وبالمناسبة وما اقوله ده تم تنفيذ يعني في المدة البسيطة تم تنفيذه اللي على ما فتحت عناية خلصة تم تنفيذه اني ادربه على اولا عادات وتقاليد سوق العمل اللي هو رايحه ادربه اللغة في المجتمع اللي هو رايحه انت شفت في فيلم النمر الاسود بتاع احمد زك عليه رحمة الله مسك ورقة كده وكتب ما يعوز ياكل يقول ايه لا ده احنا نرأي الحكاية شوية احمد زك نتيجة ظروف وقتها اتكتاب لورقة لا ده انا اجيب العامل يعني دورة تدريبية لمدة كذا يوم قبل ما يسافر لاني وانا بعملها وده الدولة تشرف عليه وانا بعملها مش بس هدف ان العامل ده يروح ينجح ده انا هدفي ان العامل ده ما يروح سوق العمل العربي او الاجنبي اما يشوفوه بالكفاءة دي وبالرقية دوت ومعرفة حتى عادات وتقاليد المجتمع اللي هو رايحه يقولوا الله المصريين ده كويسين اوهاتوهم احنا عايزين مصريين يعني معنى كلام فنفتح بهم يعني الرايح ده سفير يفتح لنا اسواق عمل جديدة في بلاد اخرى يعني افهم من كلامنا عليك ان العامل المصري الظلم ولا من يحصل على التدريب طبع طبع غبن اه اه غبت وغبن في مجال التدريب ومجال والتعليم تدريب والاعداد اللازم الاعداد اللازم وده بالمناسبة مش العامل احد الناس يعني العامل الفرض كده يقعد من نفسه ويقول لك طبعا اما نشن وفي ناس بالمناسبة شباب زي الورد عندنا بينشنه وبيفلحه وبيخشه جهات حاسين هم باحساسهم الداخلي ان ده سوق عمل فيروحي مثلا معهد كذا او كلية كذا او مدرسة كذا لانه شايف ان سوق العمل يحتاجها بس بدل ما نعتمد على الخبرات الشخصية واللي هي ما عمدوش ادوات زي انا كده الوقتي مثلا قاعد في بيتنا مثلا الحمد لله وده احسن وضع ارقى وضع في العالم مؤرقى من اي حاجة انا هرجع للجملة دي بعد شوية حضرت امر اللي رايح بدل ما يعتمد على ثقافته الخاصة اللي هي محدودة لا ده اجهزة كبيرة ومعنية بتقدم له اللي هي دراسة جدوى اللي يشتغل ايه وتدربوا عليه وتمرنوا عليه ويدرس نفس المسألة في الحالة دي بقول لكم بنبعث رسل تفتح اسواء عمل لان انا عند تجارب ايضا احنا نكاد قفلنا اسواء عمل ببعض الممارسات الخطئة فنفتح اسواء عمل نقدم نبعث سفير ايه الاحتياجات اللي احنا محتاجين سوق محتاجين احنا وغير احنا وبرا احنا وسوق العمل من حوالينا لما تضيق الامور عندنا هنا وربنا يوسعها ان شاء الله بعد ان داخل لما تضيق الناس تلاقي فرصة متنفس وبيقولك اللي برا اللي برا الفرد اللي برا بيفاتح بيأكل على الاقل خمسة هنا ويضيف ويضخ في اقتصاد البلد طيب حضرتك العامل المصري هو اللي بنا حضارة عمرها 7000 سنة والحد الوقتي له دور كبير في بناء الحضارة الحديثة وفي العديد من الدول العربية زي ما حضرتك ذكرت لكن برغم كل ده احنا بنلاحظ ان العامل نفسه يعني بيمر مرحلة صعبة اقتصاديا وصنعيا تعليك ايه على الجملة هو مش العامل نفسه هقول لحضرتك حال وبعتبر بقولك برنامج ده استثناء من الثقافة السيدة شكرا بصي انا من جيل كان بيعلق مخاري ها طبعا جيل بيعلق قيمة العمل في كل حاجة من اول كراساتنا ودهر الكراسة بالذات الشعرات اللي مكتوبة على دهر الكراسة على جدران مدارسنا العمل حق والعمل واجب والعمل شرف والعمل حياة على قيمة مش بلاش بلاش المدارس والبتاعدات انا اتحداك اذا طلعتيلي خلال 20-30 سنة اللي فاتت دولة او 40 سنة اغنية واحدة عن العمل اقول لك انا اغاني يعني استدعيها كده وانا قاعد تفضل حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها وبتبني مصارع يا ولدي حد كتب الوقتي بما فيهم اخي العزيز مفيش ده عشان اللي بتكروها دعاية حد كتب هو بيكتب انما غيره ولا حد بيجي بسيرة ولو جي يكتب الوقتي حتى الشاعر اللي عايز يستلهم من الواقع كده معاني هيكتب ايه انا حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يعني ماكيش تعزيز لقنة العامل وتركب تكتك وتجري في الشوارع وتخبط في خلق الله هيقول كده انا عايزك تكبر يا ولدي واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها قادي صناعة وزراعة وبتبني مصانع يا ولدي طب لو قال الوقتي لو جي الراجل اللي كتب الكلام العظيم دوت وغنها مغني هيقول ايه هيقول بتبني مصانع ولا هيقول بتقفل وتهد مصانع طبعا انا عزر الشعراء والكتب ان مش لقين واقع يستلهموا منه شعرهم مش لقين الناس بتبقى قفل المصانع ورد في زمن الكورونا غير العالم كله طب رأي حضرتك ايه في العمالة المصرية تحديدا ليست العربية في زمن الكورونا وايه المستقبل لها قدام شايفوا ايه حضرتك طبعا محدش ايه رياد داعي انه كان جاهز باجندة لمواجهة الكورونا دي من الحاجات اللي لا يملك احد امريكا مقدرش عليها وبالمناسبة واذا صاد بعض التخبط عند مسؤولينا وعند بتاع وارد يعني مفيش وارد في اي حكومة وارد في اي حتة في العالم مش بس في حكومتنا دي وارد في كل العالم بس اقولك في حاجة مرة وانا بتحاور مع احد المسؤولين وقتها كان وزير المالية من موقع النقابي وانا نقابي كان معا مستشار جميل جدا مش هيقول اسمه وكان راجع من بلاد الفرنجا من بلاد برا وقال لي على اقتراح ساعتها بيقول لي يا استاس كمال انت كنت ساعتها مدير عام درايب حلواء كان عام ولمحافظة حلواء ساعتها واتلاغت انا حاجات كتيرة بعملها بتتلغ يعني هي بتتلغة نعملش فبيقول لي ايه رأيك لو العمالة دي كلها تقعد في البيت ونشتغل اونلاير قلت له والله فعلا احنا عندنا مثلا فيه دفتر كده بيتضيط يعني الدفتر ده لما كنا نقعد نعمله في الشغل مثلا ممكن ياخد اسبوع من الموظف لو خد معاه دفتر البيت لو في يوم اجازة او يوم راحة بيخلص دفتر واثنين وثلاثة ممكن في يوم واحد معدلات الاداء في البيت قلت له انا معك في ده بس اقول لك انت قدامك غابة من التشريعات تم اللي انت بتقوله لاني ده انا الوقت قاعد كده اما عامل بيجي متاخر خمس دا بحسيب له عليهم خمس دا اهم تانية ونخصم له مش عارف ايه مرتبه ونعمل ايه غاب التشريعات كان محتاج غاب التشريعات الحمد لله جات كورونا وتقريبا اطعت غابة التشريعات دي والفقرة اللي قال علي الرجل المحتمل ده مستشار وزير المالية وقتها ده من قبل الصور اه انا اعتقد بقت واقع بمعنى ممكن الاستفادة فعلا العمل اونلاين او من المنزل او كده بشرط ان تشريعاتنا تتعدل عشان تسمح بمثل هزا الامور في بعض عارف القادة الاداريين شطرين ويعندهم شكل من اشكال التسامح الاداري والتفتح والانفتاح الاداري لكن مش الكل كده لا يجب ان تعدل التشريعات بحيث تسمح بالعمل الفكرة اللي قال عليها الرجل المحترم ده بحيث تسمح بالشغل من المنازل حايز اقول في مسألة مهمة جدا دعم ازاي ندعم العمالة في زمن الكورونا ازاي نساعدها وخصوصا في مشروعات المستقبلية الجاية اي اي ازاي نساعد اولا بخلق فرص عمل مفهاش لا مفهاش طبعا مش خافي عليكم ان في مسألة الكورونا بيبقى صراع بين حاجتين الارباح والارواح اما الارواح اما ان نحافظ على الارواح او او المكسب او نهدر الارواح لصالح الارباح البحث عن المكسب متى التوازن بين الاتنين محتاج يعني عمليها معقدة شوي مش معقدة محتاجها شكل من اشكال التدخل تقنين والتقنين انا استغربت يعني في زمن الكورونا لم اشهد واقولك على مؤسسات انا قلنا اكلم عن افراد مصر فيها مؤسسات مخفية او بتخفى عمدا اذا ايه مثلا في مركز المركز الصحة والسلامة المهنية في خبراء في العمل في مركز البحوث في كل المجالات في تطوير كل الاعمال اللي في الدنيا وناس اخصم بالله زهاد زهاد طب ليه مهمشين يا فاني ما انا اقول حتى الحاج في ايه تاني في مركز تحديث الصناعة في وزارة الصناعة مركز كثير او في اناس كبار وبالمناسبة مؤاهلاتهم اه اه قد اللي بيكلمك مئة الف مرة كمؤاهلات في التخصص ما شفتش واحد فيهم طلع مع حضرتك او مع حد في اي وسائل اعلام عشان يقولنا نعمل ايه في زمن الكورونا وعندهم ببص الاقي اطلع لمؤهزة سمعنا عن الشلولة انا مش بلوم الشلولة انا باكل شلولة عائلتنا واهل كلهم باكل شلولة وسمعنا عن الشلولة وسمعنا عن حاجات كتيرة وتبلعوا عشان كذا الكلام ده سمعنا الكلام ده لكن مفيش خبير متخصص في المجالات دي طلع على التلفزيون وقال للناس اعمل كذا وكذا في مجال العمل مثلا بقول عندنا اخسم بالله شفت كفاءات وقطيح لي انا اتعرف الى كفاءات في كثير من مركز البحث عندهم افكار عظيمة لكن دايما احنا بنزيح الغس بنزيح السمين ونأتي بالغد ونجيب نتكلم بقى عن الشلولة اخسم بالله لو حد من دول طلع اتكلم ما كانش ناسنا اهلنا اللي منعوا دفن احدى وفيات كورونا من الدفن ودي عادة ضد عادتنا لا عرب ولا مصريين ولا حتى مش عايز اقول غلبنا الاعداء اللي جنبينا في اسرائيل لو في حد طلع او قتيح لي موجود بس مش نتاح ان الناس تطلع تتكلم وتوعي الناس في زمن الكورونا يعملوا ايه وفي كفاءات بقول وبالذات الكفاءات العلمية اللي تقول مثلا انا اقدر اقول ان ممكن انماط العمل في صناعة الناس تبقى بالطريقة دي في مجال المعمار تبقى بالطريقة دي في مجال في كل المجالات ييجي خبراء يمنعوا مسألة التزاحم وال بتسموه ايه ويعملوا تباعد برضو والعمل يستمر يبقى حافظنا على الارضاح وحافظنا على الارواح اما اللي حصل يعني الشيء من الفوضى ارجو ان احنا نستقر في فترة جاية ونستعين في علماءنا مش بالشلول والحاجات دي احنا محتاجين لتخطيط وفكر جديد في العمالة المصرية لان احنا الوقت في وقت الاقتصاد احنا في وقت الوقت احنا بنعلو بنزدهر بنطلع بنعمل مشروعات كبيرة المشروعات دي كلها قايمة تحت ايديها من العمالة المصرية البسيطة طيب وجهة نظر حضرتك ان قانون العمل الموحد هل هو ده في صالح اللي عملو مصرية او لا لا هو مش موحد ولا حاجة كمان بمعناي لو موحد يعني كل موحد يعني موحد بالله يعني لا مش موحد انا ارى مش موحد قانون مشرك مشرك لو موحد لا لازال هناك غابة من التشريعات العملية اللي لحد دلوقتي بعد اذنك لا افهم لها تفسيرا واللي يفهم بعد اذنك ويبقى يقوللي يعني مش اعترف اقر انا واعترف يعني المواطن مش قادل فعلا تديني رأيك ده غابة وهقولك اما انا اقول لحد دك اشرعلك ليه غابة فضل يعني مثلا احنا عندنا فيه مشكلة في مصر مشكلة ازالية وابدية يجب كل واحد لازم يعرفه ان تشريعات العمل لما تتعمل تدي امان وظيفي للعامل تدي له اجر عادل حرام اجر عادل ما بقولش الاجر اجر عادل طيب يعني تأمين صحي عشان لو هو عيان او تعبان يلاقي علاك تدي له تأمين اجتماعي لما يخرج على المعازل حالتي كده يلاقي معاش يصرف منه هيمدي ايده للناس طيب وبقول على المعاشات كمان لان انا مش عايز اقولك ودي ابعتبرها مشكلة اولى ده مش في ايديهم ادوات انتاج الوقت عشان يأثروا بيها ويضغطوا ويعملوا اللي عن معاش مفيش في ايدي حاجة فدول يراعوا وبالذاته خاصة اما في مصر ارباب المعاشات وانا واحد منهم مدينين الدولة معا لذنكم فلوسهم لدى الدولة بعد ذنكم ادونا فلوس احنا مش عايزين نحاق ادونا فلوسنا وحد مننا يديرها ويدينا مستحقاتنا لو حصل ده والله نبقى اغنى ناس في العالم وهنبقى اغنى من الاعلاميين دي نقطة بالنسبة للعمل برضو طيب الناس بتهرب ليه وطبعا اغلبية الشغل في مصر الوقت القطاع خاص بل مش قطاع خاص بس في القطاع الخاص في عمالة منظمة ورسمية بعتبرها انا بعتبرها عمالة منظمة تمام الاغلبية العظمى من عمالتنا عمالة غير منظمة غير رسمية بعيد ودي مشكلة اطالب نفس اطالب اي حد والدنيا كلها ارجو احنا عندنا مشكلة عدم وجود داتا او بيانات عن اي حاجة وما تحصل المصيبة زي المصيبة الكورونا نجري ونرمح عدد المدارين من كورونا مثلا انا مش عايز اقول ارقام حد يزعل مني انما عدد كبير جدا الرقم اللي احنا ادينا اعنات للعمالة غير المنتظمة رقم العدد قليل اوي ده نسبة قليلة من ادوره من كورونا وايضا الرقم رقم قليل واظن اللي لدينا مصادر لتمويل هذا الرقم وزيادته لنا مصادر وتقدر الدولة المصيبة يعني هم اشتر ومشاطرين اللي وقت الله ومصر الله عن النبي في ايجاد مصادر فيبقى فيه امي قانون عمل بقى في بلد انت فاكرت الشعار بتاع ان فتك المير يتمرغ في طرابو نتيجة ان المير بيدي اجر ثابت وبيدي معاشر ثابت فيه ثبات طب انا هقولكو حاجة بصفة ان احنا في قناة الصحة والجمال في زوجة جالها شاعة او علم ان جزها هيطلقها بكرة هتقدي بكفاءة في البيت ده فقابليها بيوم ويومين وثلاثة اواربعة انا ربنا يبارك فيه كدو كفا من امثالي في قانون بيتعمل بالمناسبة اشهد ان القانون طالع من وزارة العمل زي الفول زي كل القوانين للأسف وحنا في زمن غريب شوية القانون طالع دخل البرلمان حصل عليه تعديلات وانسا مصدرش الحمد والله وده نقص للناس كنت وقولي زمالي اوعي يصدر قانون في الوقت ده ولو صدم من البرلمان دوت مش هيبقى افصل احنا ليه في الوقت اللي بيعاني فيه العامل المصر وبيجرى على الوظيفة الحكومية عشان الامان الوظيفة اجتمع البرلمان اللي مشي لسه ممشي في فضل كمي يوم ان شاء الله نحتفل معا برحيل اجتمع من 1 نوفمبر عشان يعمل ثلاث حاجات على ما اظن يعني وفي حيود علمي وهم اعلم يطلعوا يردوا علي واحد مد العمل بقانون الطارق مش هكلم فيه مش شغلتي اتنين يعني الغاء العضوية او عضوية النواب اللي دخلوا مجلس شخص برضو مش مشكلتي ولا تعانيني بالمنازمة نمرة ثلاثة اصدار قانون عشر سنة اتنين وسبعين عادتوا تاني للحياة الذي يجيز فصل العاملين بالدولة واجهزيتها والقطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات التابعة للدولة بغير الطريق التأديبي وعهد الله انا اعتبرت اليوم ده محزنة في النقطة دي النقطة التانية يا ماليش جعوي مش شغلي فيه ناس عندكم شغلتهم في دي طب يا جماعة ده احنا كنا بنكافح عمرنا كله من اجل ان احنا نرتقب مستويات العمل في القطاع الخاص عشان يحصل على الامان الوظيفي ده اللي هو متمثل في الاجر العادي والتأمين والتأمين الصحي وغيره عشان الناس ما تزحرش على الوظيفة الحكومية اللي هي اختفت من سنة 82 للعمالة المؤهلات العليا و84 للعمالة المتوسطة للمؤهلات المتوسطة بنكافح عشان نعدل شوية نرفع من مستويات العمل في الوظيفة في القطاع الخاص المظلوم وبقول مظلوم وانا ابن القطاع العام او الحكومة انا كنت موظف حكومة لكن اكثرنا ظلما هو القطاع الخاص نرفع مستويات عشان ما يتزحمش اقولك الدولة ما عينتنيش ليه شغلوني وكان ناس كتير تتخانق في الوزارات المتعاقبة عايزين يشتغل اللي اهضر طب هكمل دي بعد ازني اللي اهضر اللي نزل قيمة الموظف الحكومة وقطاع العام وقطاع الاعمال العام عشان يسوين يعني بالقطاع الخاص في مسألة الامان الوظيفي والسباب في الوظيفة او الشعور ان الواحد قاعد في البيت او في الوظيفة انا اظن ده كان اتجاه غلط وجي من الناس ماشي اتب انت مروح يا عم انت يعني مجلس ماشي انت يعني قبل ما يرايح بتكتر الحاجات الوحشة ما ينفعش ارجو اللي اللي جايين وبالمناسبة رجائي دوت يعني ربنا ما يخيبش ارجو يراعوا المسألة دي نقطة الامان الوظيفي نقطة كمان في قانون العمل اللي اتعدل لصالح لصالح تققيت علاقة العمل ما ينفعش تققيت في علاقة عمل دي نقطة نقطة تانية الاجر بند الاجر في القانون في تعديلات القانون الموجودة بخاطب النواب اللي جايين اللي هم اخوات اللي رايحين بخاطبهم انه التعديلات دي ما يلتفتوش لها دي تضر وتضرب سوق العمل في مصر ايضا مسألة المقاول الانفار زي ما كنا بنسميه زمان او شركات التشغيل بعد اذنكم حلوا المشكلة دي ما ينفعش واحد يشتغل عامل اسمنت يعود عشرين وثلاثين سنة او عامل في الحديد والصلب عشرين وثلاثين سنة ومش عامل مسبت في شركة الحديد والصلب او في شركة الاسمنت لا دا عامل جاي من عمالة من شركة عمالة لما وقع واحد يا ستة هنم وقع في فرن الحديد تصهر مع الحديد ما حدش عارف يجيب حق ولا تشريعات تحميه ولا في حد يجيب له حق الله انتو عايزين الناس تطلع تشحط فارجوكم يعني خفوا عننا ربنا طيب اسمحني معليك بما ان حضرتك يعني ليك فكر مختلف والحقيقة فكر صائب ما مختلفش مع الحضرتك اتحدى اذا كان في حاجة لمصلحة الشخصية انا على المعاش يعني اذا تحسنت اوضاع العمل انا سيبته بساطة حضرتك وتوضعك دا بياخدني النقطة مهمة انا انا حاسة ان انت في مرة من المرات ظلمت نفسك هتسمح لي في السؤال دا بعد اذنك اه انا اعترفه اخيره اعترفه انه هو لا يصلح لادارة طابونة وحضرتك وصفت نفسك انك يعني وزير على ما تفرج ليه حضرتك قلت دا اولا دا عصام شرف انا كنت في وزارة العالم الاقتصادي اه الدكتور حازم الببلاوة وما وصفتوش الوصف دا لانه راجل عالم وان كان ليه افكاره ومدرسته المختلفة على المدرسة التي انتم لكن راجل عالم اقتصادي اشهد بانه كان راجل محترم وكان بيحاول زي ما يعني قال لنا احنا كنا بنختار تقريبا بين سيئين اخف الاضرار او اقل الاشياء سوءا انا قلت احنا حكومة على ما تفرج لان المفروض ثورة ايما في البلد انا كنت احد المشاركين فيها وان الثورة تحكم اللي بيحصل في بلدنا الثورة بتقوم بس تقريبا خصوم هم اللي بيحكم باستثناءات بسيطة انا مش هكطر او في الكلام ده انما انا اقسم بالله ده ده مش عايز اقول لا نادم نادم وقتها وقتها فرض الامر فرض وحسيت ان جندي هارب من الميدان واسأله الدكتور الببلاء جندي هاربان ومش راضي قلت واحد اتنين تلاتة خمس حاجات يعني الوضع معنا قانون عمل عادل قانون نقبات ايضا قانون يبقى فيه نقبات مش يمنع النقبات قانون اعادة العمالة المفصولة تشغيل المصانع المغلقة ايه تاني وقانون نقبات المهم حد قدنا القهور بالمناسبة اهم حاجة اتحققت ساعتها قلت ده وروحت حاولت انافزه نفزت بعضه وبعضه مقدرتش لو كانت بالمناسبة يعني حكومة صورة فعلا جاية فاعقام صورة كانت تنفس انت نفس جزئيا بس بالمناسبة اللي تنفس جزئيا انا رأي اني بعد كده ما فيش كل ده عمو انتم بخير طيب فانون اسئلة سريعة بس كده لان قبل ما نختم الحلقة سؤال اكمل وحضرتك تيجبني يعني العامل المصري قادر على تحقيق المعاجزات ايزا؟ واحد علاقات عمل عادلة فيها اجر عادل فيها تأمين صحي واجتماعي وده فيها حاجة تانية فيها سلاح في ايد العامل اداف ايد العامل تحمين طيب والمناسبة مش بنفع عن الطرف الاخر ما يبقاش مع اسلحة يبقى مع اسلحة اللي هو ايه التنظيم النقابي يا سادة يا كرام التنظيم النقابي تنظيم اصلا مسؤول عن زيادة الانتاج مسؤول عن حل نزاعات العمل قبل ان تنشأ يعني النزاعات العام اللي انت شايف هنا دي مش هتبقى موجودة لو لو في تنظيم نقابي قوي في سماد طلخة ما كانش الناس وقفة الوقتي هنا او في حوايات اسكندرية ما كانش فيه الناس وقفة ونقفل عشان يروح للسوق السودا ما هيشترم السوق السودا هشتري انا عيد الجرجير دا هيوصل بعد كده الميت جنيه لو الفلاح جاب من السوق السودا يا فنم حضرتك صح او غلط في اللي هقوله القطاع الخاص بيفكر فيه الربح على حساب الحقولة ومال طبيعي ده قمر طبيعي صح تمام وإيه اللي يعمل التوازن وجود نقابات توزن مع قوة صاحب العمل مش مش توقع ولا عمالة الاطفال معليك مع او ضد لا ضد طبعا ضد طبعا بشرط توفير حياة كريمة ليه ضوابط يعني تمام معني طيب آآ صح او غرط واللغاء التوكتوك يعني التوكتوك ترخيص التوكتوك هيحل مشكلة في الموضوع دا يعني ترخيصه ويدرد الدولة داخل مش عارف مين اللي ورا ان التوكتوك يبقى موجود انا رأي دي دعوة الفوضى بتاعتي اسمها اي دي حد عامل التوكتوك يعني يساهم في الفوضى طيب معانيك لو العامل المصري اشتغل بنفس كفاءة اللي بيشتغل بيها بره مصر كان حق نفس المقابل المادي لا احنا ايه بنعتبر زي واحد شغال عند ابوه يعني انا بالمناسبة شغلت مع ابوه يعني عمر كلك وتشغال مع ابوه ينزل الشغل انا وانا شغال مع ابوه ما بسألش ابوه هتديني كامل نهاردة مش كفاءة بيأكلني ويشربني وبنالي كذا بيت بالمناسبة بنجمع جاراته بالوقت الرقابة على القطاع الخاص معيه احنا بنعمل عمالنا بممطق ابوه يا الله يرحمه بس ابوه بللنا بيوت وقعبنا فيها وبتاعه وبناخد اجاراتها الوقت برا مصر معاملة ميري برا مصر معاملة ميري برا مصر معاملة ميري انت بتروح تشتغل بتاخد اجرك فبيبدع العامل وبيقدي وبيعمل نتائج وخلي بالكم العامل برا مش بس باتكلم عن العامل العمالة العادية او العمالة المتوسطة حتى انا بعتبر بالمناسبة كل من يعمل باجر عامل القضاء اللي عملوا ده ستير بلاد ونظموا مؤسساتهم التشريعية يعني معنى كلام ساعدتك ان الرقابة على القطاع الخاص بتحتاج الى نظرة جديدة والرقابة على العمالة البسيطة اللي موجودة في شركات الاشغالات واللي العامل البسيط اللي مش مؤمن عليه اللي مش بياخد حقه اللي مش قادر يتوفر له تأمينات او تزبيت حتى في الشركة نفسها فيعني اخد بصراحة الوقت ما حضرتك جيري بصرعة وانت حضرتك يعني بقى طويل في الكلام عن العمالة المصرية انا بصلى اصل مكسوم بالي كم سنة فانت ايه انا جيت صحيحة صحيحة كم لابتنا يعني بشكر حضرتك جدا احنا كنا بنحاول النهاردة في الحلقة يعني ندي جزء بسيط للعامل المصري بنتكلم عن حق العامل المصري واكيد المسؤولين اللي بيسمعونا واكيد الشركات الخاصة اللي بتسمعنا يكون ليها عين الاعتبار في حاجة زي كده ونظرة ورحمة ورقفة بأحلى عمال في العالم عمال مصر واحلى صناعية صناعية مصر وتحية كبيرة لعمال وصناعية مصر وكل الشكل معي للوزير كمال عيطة لوجودك معي النهاردة لحيء انا استمتعت بوجودك جدا اشكركم مشاهدينا وحلقة جديدة بإذن الله من برنامج الاسم مصري الى اللقاء اشتركوا في القناة